بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم مش شابه الله عبارة كنك تكونوا بافضل صحة بافضل حال احيانا بتبقى قاعدة عن النت مسلا وبتلعب بوب جي او بتعمل اي حاجة تحبها تلاقي النت مرة واحدة باز معك مش عارف ده بسبب مش عارف مين اللي بيستهلك اكتر مش عارف مين اللي بيستهلك شي خالص مش عارف مين اللي على الروتر اصلا. طب ازن الله انشوف طريقة تعرف بيها كم جهاز على الروتر وتعرف كمان ازاي تفصل الاجهزة دي من الروتر الاجهزة اللي انت عايزها تشيلها من الروتر بتاعك ما تخلاش تستهلك ان انت خالص بموبايلك. في طريقتين طريقة بالموبايل يعني الطريقتين طريقة بتنفع على الموبايل. وفي طريقة بتنفع على الكمبيوتر. بس طبعا الطريقة بتنفع على الكمبيوتر ممتازة جدا وليها خصائص تانية خرفية. اقول لك التفاصيل دلوقتي بس هنا في الموبايل الاول. هتخش على الجوجل بلاي عندك. هتحمل البرنامج اسمه فينج. وهيتعمل له تثبيت. تفتح البرنامج. هتدوس على كلمة البحث عن اجهزة. طبعا انت بقام بتتصل بالسبكة بتاعتك. بحث عن اجهزة. هتدوس على الكلمة ديت بحث عن اجهزة. وبعدين هيجيب لك الاجهزة اللي موجودة عندك على الروتر. طبعا دوت العلامة الشخصة الموجودة هنا ديت هي الموبايل بتاعك. وهنا الهواوي دوت العلامة العلام ديت اللي هي القصد اللي هو الروتر. اللي انت اه شغال عليه. فدوت الروتر ودوت الموبايل بتاعك ودي الاجهزة اللي متصلة. نرجع. دي الاجهزة المتصلة. طيب. اه يفضل تدوس كلمة تحديس كزا مرة علشان تشوف يعني تتأكد اه البرنامج يجيب اخر يعني بجيب كل اجهزة. تدوس تحديس كزا مرة. علشان يعني تلات مرات كده للي حاجة. عشان هو ساعات مش بتقول مرة بيجيب ايه بيجيب الاجهزة كلها. فهنا نفترض مسلا الكمبيوتر دوت او الموبايل اللي اسمه سامسونج دوت. او التاب اللي اسمه سامسونج. انت عايز تحزفه ونعرضه. تماما مسلا التاب دوت بتاع اه واحد غلس اه بيقطع عليك النتة ومش عارف بيحمل وانت ارفان مش طيق. فبرنامج دوت اصد التاب دوت مسلا هو اللي بيقطع عليك تضط عليه. دوت مسلا افترض الجهاز اللي بيقطع عليك النتة. هتضط على الجهاز يفتحك الصفحة اللي انت شايفها دي. في لك معلومات الجهاز العلامة التجارية. الطراز مش عارف ايه. سبقك مكلام ده كله هتنزل تحت. هتدوس على كلمة عنوان الام اي سي. هو ده. هتدوس عليها طاقة مطولة. لحد ما يجيب لك تم النسخ الى الحافظة. طيب بعد كده هتقوم خارج. هتقوم داخل على جوجل كروم. هتقوم جاي على عامة البحس. هتكتب واحد تسعة اتنين. ضد واحد ستة تمانية ضد واحد ضد واحد. طيب هيظهر لك الموضوع ده اللي هو او واحد تسعة اتنين واحد ستمانية واحد واحد بس. انت متعملش على جوجل بالرقم دوت. لانت عامات سرش على جوجل لطلعك نتاجة عبطة جدا. اهو شوف علامة سرش دي ما تدوس عليها. انت تدوس على العلامة لزرق الموجودة هنا دي. هي العلامة ديت. انت تدوس عليها. هتضط عليها. هفتح لك صفحة اللي انت شايفة دي طبعا هتدخل يوزر نيم والباسورد اللي المفروض اللي انت واخدهم من الراجل لما تتروح تسقى فلوس النت مسلا او بتعمل اي حاجة. طيب انت معكش والباسورد هقول لك دلوقتي تعمل ايه. خلا بس الوقتي في موضوع والباسورد. هيدخل دلوقتي وبعدين تدوس كلمة السر بتاعتك والباسورد. بعد كده هتقوم بس لما موقع يفتح. بعد كده هتقوم داخل على كلمة هنا وبعدين تدوس على كلمة دابل يولان. بعد كده هتجي تدوس على كلمة دي. تمام? ده هتضط عليها. طبعا الدبت سريع جدا جدا جدا. مش عادي اقول لك السرعة السرعة السرعة. طيب هتكبر شوية كزو انت شايف هتلاقي مع كتوب عالك او ماك ادرس. تقوم دغط على الايكون اللي عندك ديت او الخانة الموجودة عندك ده تضغطها مطولة. دغطها مطولة تدوس على كلمة لاصق. تمام? بعد كده هتقوم على كلمة. دوس على كلمة ايه? وتتأكد اللي دي مش عشان ما ديت الاجهزة اللي تخش على الأجهزة اللي انت تمنعها. هاتأكد على البلاك ليست. هقول تاني بكتب واحد تسعة واحد تسعة اتنين الكلام اللي احنا قلناه دوت بعد كده هتدخل والباسورد. بعد كده هتدوس على كلمة دوب اليولان. و بعد كده هتدوس على كلمة أتمنى يكون الشرح واضح. هتيجي بعد ما تدوس على اه ولان فلترينج هنا وتدوس على تقوم اه حاطة العنوان اللي هو او اه بتاع اي موبايل انت عايز تحذفه تدوس على كمه تصمت. هتلاقي زين شايف كي بص فوق هتلاقي الراوتر الواي فوا هيقفل وهي بفتح في سانية. سينا بس عشان اهو زين شايفين قفل هوات وبعد يفتح مرة واحدة. طيب دلوقتي الجهاز اللي احنا حطناه وخدنا بتاعه وحطناه في دلوقتي البرناج ده مش متصل على الراوتر. او الجهاز ده مش متصل على الراوتر. بدليل هنخرج وبعدنا هنروح على البرنامج مرة تانية. باك هتدوس على كمية البحث عن اجهزة. زي ما انت شايف موجود موبايلي والراوتر بس. نعمل البحث كبا مرة. زي ما انا قلت لك يعمل كزا مرة. علشان يطلع لك النتيجة مصبوطة او كل الاجهزة اللي موجودة على الراوتر. نعمل تاني. زي ما شايفين الاجهزة عادة تظهر بس اللي احنا او التاب اللي احنا حزفناه منه على الشبكة مش هيظهر لان خلاص تحط في البلاك لست عمرو ما هيعمل مصادقة للواي فاي حتى لو الشخص ده عارف كلمة السر بتاعتك. يعني حتى لو الشخص عارف كلمة السر بتاعتك مش هارف يخش على الراوتر. طيب. بالنسبة بقى للناس اللي مش عارفة اليوزر نيم والبسود. بص يا صاحبي. لو الفيديو دوت جاب تفاعل مع الناس وحسي الناس همينها الموضوع بجد. هنزل الفيديو بعدها على طول بازن الله بازن الله هنزل الفيديو بعدها على طول عن الطريقة اللي على الكمبيوتر. الطريقة الع blee بيتحلحات كتير جدا وهي انك تحدث سرع للشخص اللي متصل. وتحزره من الاعني تماما بحيس انه يكون الواي فاي مفتوح عنده. الواي فاي ركز معي الواي فاي مفتوح عنده. يعني يعني الواي فاي يعمل عنده متصل. ولكن مفيش نت السرع عنده صفر. مفيش خالص نت يعني اعتبر مفيش نت عنده. بس اللي فيها عنده متصل. وكمان بدون اليوزر نيم والبسور اللي بدون اللفة دي كلها. بس انا قلت عشان معظم الناس بستانوا موبايل فقلنا نشعر موبايل الاول. ولما الموضوع جاء بازن الله تفاعل مع الناس. او منزل الطريقة بتاعة الكمبيوتر اللي هي فيها موبايزات كتيرة جدا. بس كنا اتمنى اكل فيديوكم. اتمنى ان تبقى انا بزراء اللايك والاستراخ في القناة. وتحديد تعليق اه تعبر في عدرائك يا علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.